في البدء وفي الختام تكون الكلمة الفصل دوماً للقضاء وفي سماء العراق عالياً تدق ساعة الفصل في شتى القضايا بعيداً عن التحيز إنما هي مصلحة العراق وميزان العدل القويم مجلس القضاء الأعلى في البلاد السلطة الإدارية العليا المختص بشؤون السلطة القضائية البيت القضائي الجامع للنخب القانونية من رئيس محكمة تمييز ونوابه ورئيس مجلس الشورى ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف العدلي ورؤساء محاكم الاستئناف إلى أن تطول القائمة بفريق المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية ثللة من المسؤولين أمام البلاد وشعبها بالاحتكام دوماً للدستور والقانون وتغليب لغة القانون فوق أي اعتبار رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الذي عين عام 2017 حمل راية المسيرة القضائية لاستمرار الإنجازات التي تكمل جهود عمل السلطات التشريعية والتنفيذية في البلاد عزز القضاء العراقي رفضه محاولات زجه بالمناكفات السياسية حرصاً على العمل باختصاصه والفصل في قضايا الدولة بما يخدم عنوان النزاهة بعيداً عن الخضوع لبعض الضغوط السياسية شهدت المحاكم ومجلس القضاء الأعلى طريقاً وثقته الأحداث السياسية والأمنية سيما مع مساهمة واضحة لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بتكريس الجهود القضائية في إتمام نجاح العملية الانتخابية وما بعدها من ضبط معيار البت في خلافات واختلافات مصرية توجت مبدأ الثبات على تجاوز العقبات والرجوع دوماً إلى ورقة القضاء فصلاً في المشكلات وحلاً يخدم العراق في تجاوز مراحل صعبة مرة ويمر بها حتى اليوم